بلوقتي عنسيب حضركم مع موجز لعمل أما بصحبة زملة ندينة شرف دينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها وبشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجهه جاءت تصريحات الرئيس سيسي خلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث طلع الرئيس على الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لا سيما تطوير الطريق السحلي بقطاعاته المختلفة وتطوير منظومة الرئيس في واحد سيوة فضلا عن كبلة الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سينات بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في حفل الاستقبال الذي أقامه الملكة شارلز الثالث لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم جنازة الملكة إليذبث الثانية وخلال حفل الاستقبال التقى رئيس الوزراء مع ملكة شارلز الثالث حيث قدم رئيس الوزراء التعازي للملك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نقل تمنيات الرئيس السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك شارلز الثالث وعلى هامش مشاركته في حفل الاستقبال التقى مدبولي رئيسة وزراء بريطانيا لستراس حيث أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة هذا وسط قام الجنازة الرسمية للملكة اللي ذبث في لندن اليوم بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة وتضفق مئة الألاف من الأشخاص على اختلاف مشاربهم من داخل بريطانيا وخارجها على لندن لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش واصطفوا في طابور امتد لساعات طويلة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لعملية عسكرية من قبل الصين وأشدد بايدن على أنه بموقفي هذا لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قرار تايبي وكانت بيكين قد عارضت بشدة الزيارة التي أجرتها للجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأجرت الصين بعدها تدريبات ضخمة استمرت أياما عدة في محيط تايوان ووصل سكرتين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى العاصمة الصينية بيكين وأوضحت وكالة أنباء التاسر الروسية أن باتروشيف سيبحث في بيكين مناقشة تطوير الاتفاقيات التي تم التواصل إليها في الاجتماع الأخير بين رئيس بلاديمير بوتين ونظيره السيني تشي جانبينج بقمة منظمة شنغهاي وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن حاث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد على خلفية الوضع في أوكرانيا تصريحات ميلي جاءت خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين وقال ميلي إنه في حالة الحرب فأنه لا يعرف ما الذي يمكن حدوثه وأن الوضع يمكن أن يتغير تعهد الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلانيسكي بأن بلاده لن تتوقف عن هجوم المضاد الذي أدى إلى استعادة بلدات ومدن من قوات روسية وأوضح زيلانيسكي أن هناك العديد من البلدات التي استعادتها أوكرانيا في ذحفيها السريع عبر الشمال الشرقية مشيرا إلى أن أوكرانيا يجب أن تكون حرة كلها ختم مجزء التاسعة فاصل ونحض لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر